جهود دقوبة تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على تراثها ومقتنياتها التاريخية وتعظيم الاستفادات منها يأتي ذلك ترسيخاً للهوية المصرية وربط ماضيها بحاضرها استشرافاً للمستقبل ومن هذا المنطلق يأتي تطوير متحف البريد للمزيد نتبع التقرير التالي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأصول والممتلكات الثقافية يأتي تطوير متحف البريد المصري من أجل إحياء التراث والحفاظ عليه وتكسيد ثقافة الماضي بصورة مرئية ضمن فعليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متحف البريد بيوصق تاريخ البريد ويظهر الحكبة الزمنية الجميلة في التلاتينات والأربعنات وتوصيق المكتنات نفسها بتوريك التغيير اللي حصل في شكل الحقيقة عمتا قبل التكنولوجيا اللي حصلت من النت أو العولمة أو التحول الرقم اللي احنا بنعيشه دلوقتي عملية تطوير المتحف تمت باستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ليظهر المتحف بشكل تعليمي متكامل يضم عدة قاعات ما بين المكتبة التاريخية والترميم والمعارض المتحف البريد المصري هو بيوثق تاريخ البريد على مر العصور المتحف تم افتتاحه سنة 1940 في عهد الملك فاروق المتحف بيوثق أول طابع بريد تم اصداره من سنة 1866 طبعا احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل مسج ما بين التاريخ والحداثة فلازم ده كان يتم من خلال استخدام التكنولوجي وعلشان كمان نقدر نعمل جذب للنشأ الجديد نومة يبتدوا يعرفوا تاريخ البريد وينضمهم لمحبي هوات جمع التوابع يزغر البريد المصري بتاريخ عريق ومستقبل واعد بتأهيل المبنى لما يحتويه من كنوز نادرة تعود لنحو 150 عام ومقتنيات تاريخية ذات قيمة اثرية متميزة ورفيعة رامي محمد التلفزيون المصري